خلينا نقول زواج سيدنا عثمان بن عفان من السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفي يعني هو سيدنا عثمان بن عفان تقدم طالبا الزواج من السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت حياتك عرفة ان السيدة رقية وسيدة أم كلسوم كانوا قبل كده مخطوطين لعتبة وعتيبة ابن أبي جحل فلما طبعا نزل الوحيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبعا أمرت أم جميل اللي هي أم الولادين دول أولادها أنهم يتركوا رقية وأم كلثوم فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حزنة كثيرا عشان بناتهم مجوزوا فسخت الخطوة بتاعتهم لكن عوض الله سبحانه وتعالى السيدة رقية بسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وتزوجها وهاجر معها ولذلك حلق أن سيدنا عثمان صاحب الهجراطين يعني هو راح برضو ساجر مع زوجته رقية إلى الحبشة وهاجر الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل موقف لازم أحكيه للسادة المشاهدين موقف مرض ونتعلم منه عندما تزوجها وعاش معها حياة أمينة وفتع لي ربنا سيدنا عثمان بن عفان كان ما شاء الله غني جدا ميسر جدا فتحت له الدنيا أبوابها ولأنه كان بيدع ربنا بدعاء عظيم جدا سيدنا عثمان كان بيدع ربنا دعاء على طول كثيرا ربنا كرموا به جدا اللي هو اللهم إني أسألك من فضلك يا الله أن تجعل الأخيرة تهمي يعني لو واحد عايز الدنيا جيل ويدع ربنا بدعاء ده اجعل الأخيرة تهمي فدع ربنا سبحانه وتعالى كثيرا في غزوة بدر الرسول دعا للجهات في سبيل الله خرج المسلمون وخرج معهم سيدنا عثمان أصيبت السيدة الرقية بمرض الحزبة ومرضت جدا فسيدنا عثمان أراد أن يخرج الجهات في سبيل الله فرفض الرسول صلى الله عليه وقال له اجلس مع زوجته فأتمر بأوامر رسول الله وضحب الجهات وسوابه وقعد يجاهد في سبيل الله مع زوجته يعني قعد مع زوجته يمرضها شوف الأدب شوف الزوج الصالح وقال لك أنا مالي أخدها ودعا دمها ومال تعالجها أنا ليه بس انت مش لك مراتك بس ويا صحتك كويسة الفضعية لازم تقف جنبها لازم تعالجها سيدنا عثمان ما رحش يجاهد في سبيل الله ما رحش غزو البادر يخد بالك وقعد يمرض يمرض مراته وقعد يمرضها فترة طويلة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم بذلك يعني أعطاه سهما كأنه قاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى الرسول عايزي علمنا إيه ان الواحد يا أسلام دايما لازم يقف جنب زوجته يعني مش تاخد خيرها وخلصنا تاخد خيرها وترميها لا لكن لما تكون الستة تعبانة لازم الزوج يقف جنبها زي شيدنا عثمان كده ابن عفام لما مرض مراته ورفض أن يخرج الجهاد فكأن اللي بمرض مراته اللي يقف جنب مراته عيانة ياخد ثواب المجاهد في سبيل الله يريد كل الرجالة اللي شايفتنا دلوقتي يراعوا المسألة دي واتقوا ربنا سبحانه وتعالى في زوجاتهم ويجبروا بخاطر الزوجات لأنه جبر الخواطر على الله سبحانه وتعالى